عظم جد. مفاجأة في عقد إمام عشور والحقيقة الكاملة في أزمتهم مع فريلا. بشكل سريع كل اللي تقال في موضوع إمام عشور إن العيب طالب يعدي العقده وتمرد الكلام ده مصصحيح اللي حصل قبل ماتش في لنبو بتلات يام إمام عشور تأخر عن التدريب. ففريق سأله إنت جاي متأخر ليه فقال له أنا مصابه وبتأهل. ففريق حس إن اللعيب مش واضح ومصريح معاه إنه هو جاي متأخر فعلا قال له خلاص تفضل مع الدكتور إنت مش هتتضرب. قعد ثلاثة يام قبل مماطش إمام عشور ما بيتضربش مع الفريق. إمام عشور عقده كان 800 ألف جنيه في السنة. آه تم تعديل عقده لحد 2025 في عهد اللجنة المؤقتة السابق ابن نادي الزمالك. مش هنقول رقم بس رقم مردي جدا 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 لإمام عشور. ليه مش تقول رقم ما تريد سهيل 800 ألف. لأ كان 800 ألف رقم مما تعدل رقم يعني. مش هنحسده. يعني يعني. 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 انه هو يعدي لقده. الكلام ده مش موجود أصلا. لأن انت بتاخد 7 مليون من 800 ألف جنيه. والكلام ده لسه السنة اللي فاتت. آه. امام عشور كان يكون متواجد بشكل كبير جدا في ماتش في لمبو وماتش العودة يوم الجمعة. فرية بيتعامل بنظام إنه أنا بعقبك. بس مش بشكل دائم. أنا بعقبك بالقطعة. يعني. انت غلطت غلطة. أنا خلاص استبعدتك مماتش في لمبو. فعا. بس. لكن انت موجود معها الفترة الجيهة بشكل طبيعي. عاصل. وشارك على فكرة في التدريبات الجماعية كمان. دعيب رائع ومميز المهم بس يفضل طويل وقت مركز كويس في الملعب يعني.